المجانين يحكمون العالم وكأن قدر هذا الكوكب أنه في كل سنة يظهر مجنون في بلد ما عشان يقلب الطولة على رأس الجميع ويدحفنا بمجموعة من التصريحات المجنونة خافير مايلي رئيسا للأرجنتين في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي وعدد كبير من الشهداء والمصابين وفي ظل توطرات في المنطقة وتكاهنات بحربة عالمية ثالثة يأتي للأرجنتين رئيس يميني متطرف مجنون هكذا يطلق عليه يعيد للأذهان أيام دونالد ترامب والحقيقة في وجود المجانين هناك شخص يتغذى على هذا النوع من الرؤساء بل أعتقد أنه يمكن يكون أول لقاء ما بين خافير مايلي وما بين أي رئيس أجنبي يكون ما بينه ما بين عبدالفتاح السيسي لأن السيسي بيعجب جدا بهؤلاء الناس اللي زي خافير مايلي ودونالد ترامب لما بيشوفوا السيسي بيضحك الدحكة الغريبة دي بيثنوا على الجازمة بتاعته بقولوا إحنا مبسطين جدا بالجازمة بتاعتك فعبدالفتاح السيسي يعني بيكون سعيد تشابهات كثيرة بين خافير مايلي وعبدالفتاح السيسي بين رئيس يميني متطرف وجنرال عسكر إفاشي يقتل شعبه بين رجل جاء على رأس سلطة في دولة هي الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي وجنرال عسكري بلده هي التاني بعد الأرجنتين في الاستدانة من صندوق النقد الدولي أبل الحديث عن قطاع غزة أبل الحديث عن فلسطين أبل الحديث عن خطط التهجير والدماء هناك نتحدث عن المجنون الجديد الذي يترأس الأرجنتين بين خافير مايلي وعبدالفتاح السيسي تشابهات كثيرة نبدأ بخافير مايلي الرئيس الأرجنتيني اللي لقبه المجنون البلده هناك في الأرجنتين التضخم السنوي فيها 143% معدل الفقر في الأرجنتين 40% الراجل خافير مايلي ده وعبد بإجراء تغييرات وإصلاحات اقتصادية جذرية هيعمل إيه بقى؟ بص بقى الأفكار الجميلة من عينة أطول نجفة وأكبر نهر والكلام ده وعد بتفجير البنك المركزي هو ده البنك اللي عمل لنا المشكلة اللي عندنا فيه أزمة في العملة وما عندناش فيه دولارات وفجروا وعد بالتخلص من العملة المحلية اللي هي البيزو الأرجنتيني مقابل الدولار انتوا عايزين نعملين تقولي العملة بتغرأ فيه تعويم فيه مش عارف كذا طب أنا هلغي العملة المحلية أصلا وعد باتباع سياسة تقشف وبخفض مدفوعات الرعاية الاجتماعية هيخفض الدعم يعني الله ده بيفكرنا بحد يا جماعة ده بيفكرنا بواحد كده ما أنا بقولك التشابهات ما بين الاثنين كبيرة أوي الراجل ده خافير مايلي والراجل ده عبدالفتاح السيسي مايلي وعد بإلغاء وزارات الثقافة ووزارة المرأة ووزارة الصحة ووزارة التعليم لا عنده تعليم ولا صحة ولا توظيف ولا أي حاجة خالص وعد بتخفيف قوانين الحد من الأسلحة وكمان وعد بتقنين تجارة الأعضاء البشرية انتقد بابا الفاتيكان وقال أنه ممثل كل ما هو أكثر ضررا على الأرض الراجل ده بيمثل الأفكار المتطرفة والأضرار الكبيرة اللي موجودة على الأرض ده خافير مايلي يا جماعة مش عبدالفتاح السيسي طب ما تيقول تشوف عبدالفتاح السيسي ايه أوجه التشابهات ما بينه وما بين هذا المايلي تدخم السنوي عند السيسي 102% تقريبا وبنتكلم على مؤشر هانكي أنه حوالي 38.1 من 10 معدل الفقر في مصر 29 المؤشر هانكي هو 102% البنك المركزي بيتكلم عن 38.1 من 10 معدل الفقر في مصر تحت حكم عبدالفتاح السيسي هو 29.7 من 10 أما البنك الدولي فقال إن 60% من مصر من المصريين إما فقراء أو تحت خط الفقر الدين الخارجي المركزي في عهد عبدالفتاح السيسي وصل إلى 165 مليار دولار والرجل هناك مايلي هيفجر البنك المركزي السيسي بيتحكم في سياسات البنك المركزي يعني بدل ما يفجروا لي نفجروا لما ممكن نتحكم فيه مايلي اتبع سياسة التقشف والسيسي اتبع سياسة التقشف مايلي قال هيقلل الدعم السيسي فعلا ألغى جزء كبير من الدعم توسع في بناء القصور الرئاسية وشراء الطائرات الرئاسية الخاصة الراجل مايلي هيلغي وزارات الصحة والتعليم والثقافة السيسي عسكر وزارات النقل والصحة والتعليم أطلق يد الميليشيات التحق بقى السيناء والشيخ إبراهيمي الأرجاني في البلد أنشأ مركز لزراعة الأعضاء البشرية الثاني هناك انتقد بابا الأرجنتين السيسي انتقد شيخ الأزهر وقال له تعبتني يا فضيلة الإمام تشابهات كبيرة ما بين عبدالفتاح السيسي الجنرال العسكري وما بين خافير مايلي الرئيس الأرجنتيني المتطرف افتعالوا نشوف بعض الصحف قالت إيه على خافير مايلي الرئيس الجديد للأرجنتين ونبدأ من مادا مصر وعد بتفجير البنك المركزي وفاز برئاسة الأرجنتين بيقول موقع مادا مصر أن اليمين المتطرف خافير مايلي فاز برئاسة الأرجنتين بالأمس بعد ما حصل على 56% من أصوات جولة الإعادة على حساب منافسه اليساري ووزير الاقتصاد السابق سيرجيو ماسا في انتخابات جاءت وسط أزمة اقتصادية طاحنة تضرب الأرجنتين وبيتكلم تقرير مادا مصر عن المشاكل الاقتصادية الموجودة من ارتفاع للتضخم والمعارضة أما موقع الجزيرة نت فاتكلم عن مرشح أقصى اليمين خافير مايلي رئيسا للأرجنتين وبدأ أيضا يعدد بعض الأمور المتعلقة بمايلي بمايلي والأرقام اللي هيشوفها لكن الجزء التالت في التقرير ده ياريت نطلع كده تالك جزء المتعلق بدونالد ترامب لأنه نقطة مهمة أوية عشان تعرف مين اللي بيضم على مايلي اللي بعد ده لو سمحته تهنئة دونالد ترامب من جهته عبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تهانيه لمايلي بفوزه في الانتخابات وأكد عبر حسابه الاجتماعي تروث سوشيل أن الرئيس الأرجنتيني الجديد سيعمل على تغيير بلاده يبقى هنا عندنا ترامب مبسوط جدا الحقيقة من انتخاب هذا اليمين المتطرف موقع العربية أيضا تحدث أن الأرجنتين انتخبت نسخة عن ترامب رئيسا وعد بنقل سفارتها للقدس ده بمناسبة اللي حاصل في الأراضي الفلسطينية حاليا احنا أمام مشكلة حقيقية أنه المجانين فعلا بيحكموا العالم مفيش أصوات معتدلة إما جنرال عسكري إما ديكتاتور إما ولي عهد لديه أحلام وطموحات كبيرة وبالتالي هذا العالم أصبح مكان خطر الحقيقة لا مكان فيه للعقلاء أمثال بن يمين نتنياهو عبدالفتاح السيسي ومايلي وترامب ربما يأتي رئيسا هم دول اللي بيحكموا البلاد وهم دول اللي بيجروا العالم مش بس لحروب عالمية تلتة أو ربعة أو خمسة لكن للقضاء على الجنس البشري كله لأنه راجل بيقولك هيلغي وزارات وهيفجر البنك المركزي الحقيقة ده خطر أنه يترقص بلد بحرم الأرجنتين